بقدر ما يزداد العنف ضد الثوار يزداد إصرارهم على المضي في طريق الثورة ضد العملية السياسية الفاسدة إذ أن عمليات الاغتيال التي تطال الناشطين لا تقابل بالخوف والخنوع وإنما بالتصعيد الثوري ورفع سقف المطالب دم الشهيد الناشط إهاب الوزن رفع مستوى الصخط الشعبي على المنظومة الحاكمة والأوضاع الأمنية المتردية في ظل هيمنة الميليشيات على المدن العراقية وتشكيلها رأس الحرب في الحرب على ثورة تشرين النقابات والهيئات المدنية هذه المرة كان لها دور كبير في إشعال التظاهرات عندما أعلنت تملم لها من الحالة الأمنية وانتشار فرق الموت التي أكثرت من قتل المتظاهرين والناشطين حتى بدى وسم من قتلني هو الأعلى انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن الاستياء العام من الواقع المرير اغتيال الوزني كان نقطة تتحول في شكل ومساحة التظاهرات في العراق حيث عادت للظهور مجددا في أغلب المحافظات وأطلق متظاهر كربلاء تهديدا بجعل يوم الخامس والعشرين من أيار موعدا للزحف إلى بغداد الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في الموجة الحالية كلها تجمع على تحميل إيران مسؤولية اغتيال المتظاهرين والناشطين مستخدمة أذرعها المتمثلة بالميليشيات بينما الحكومة شريكة في هذه الجرائم بصبتها أولا وهشاشتها وفسادها ثانيا الجديد في شعارات التظاهرات الحالية هو الإعلان عن مقاطعة الانتخابات بشكل مطلق إيمانا من المتظاهرين بأنها لا تجدي نفعا في ظل التركيبة السياسية الحالية اندلاع التظاهرات بعد كل حادثة اغتيال ناشط تؤكد تحول ثورة تجرين إلى نشاط أساسي في يوميات العراقيين وسيبقى موجودا حتى تحقيق هدفه الأسماء إسقاط النظام بكل رموزه وأشكاله وتوابعه